مراسيم افتتاح مخيم البارزاني الاول الذي نظمه تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري وضم هذا المخيم 75 شابا من جميع مناطق كردستان السورية في منطقة بارزان ولمدة 5 ايام حيث قاموا بزيارات ميدانية الى المناطق السياحية والاثرية والقاء المحاضرات التي تخص امتنا وكيفية المحافظة على البيئة والتعايش السلمي الموجودة في منطقة بارزان من قبل اساتذة مختصين دور الشباب في الحركة الكردية وخاصة كردستان سوريا ارتقينا نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا القيادة الموجودة في اقليم كردستان نفتح دورة وفي هذه الدورة سيشارك فيها المستقفون والطلاب الجامعات والمعاهد والذين حملوا بكالوريوس اللي كي من اجل ان نخدم قضيتنا وشعبنا واشهد المشاركون في هذا المخيم بان افتتاح هكذا مخيمات تساعد المشاركين على معرفة تاريخ ونضال هذه الامة من جميع مناطق كردستان ألا وهو مركز لبناء الانسان طبعا كما يقول المسأل بناء الانسان قبل بناء الاوطان نحن في منظمات اقليم كردستان الحزب الديمقراطي كردستاني السوريا بمبادرة جميلة وبتنسيق مع مؤسسة برزاني الخيرية قمنا بفتح هذا المعسكر جاءت بناء على مبادرة من مسؤول مكتب علاقات الوطنية للحزب الديمقراطي كردستاني السوريا سندت قيادة حزبنا وبناء على طلبه من الخيرخواس برزاني مشكورا وقيادة الحزب الديمقراطي كردستاني افتتح هذه الدورة لتنشيط وتفعيل مهام رفاقنا الحزبيين من الشباب والشعبات ونحن الآن في عهد جديد في عهد العولب وفي ختام هذا المخيم تم عرض رقصة فلكلورية جميلة رسمت البهجة على وجوه المشاركين في هذا المخيم وتم بعد ذلك توزيع الهدايا والشهادات التقديرية على المشاركين مخلص ميرو زاگروز تيفي منطقة برزان ترجمة نانسي قنقر